هل تجرؤ أنت أعترف أنه بعد كل المجهود اللي بازلته في برنامج فوقش في المعسكر في الآخر تفوق عليك برنامج رامز قرش البحر؟ كان لازم نعمل مجهود أكبر من كده بكتير جداً عشان ما نبقاش المركز العاشر بعد أن أصبح رامز جلاله على اليوتيوب معروف؟ أيوة بس برنامج رامز قرش البحر تفوق نمر واحد واثنين وتلاتة وأربعة وخمسة وأنا نمر عشرة أعمل إيه؟ رد عليك بصراحة ببسطة بجد رامز ما تزعلش هو مش زعلان أنا اللي بسألك أعمل إيه؟ مش عارف والله الحسابات دي ما بحط دماغي فيها والله طب بتحط دماغك في إيه؟ حط دماغي مع ربنا وتوفيق ربنا لكل حاجة بعملها وإن الحاجة الناس تتفسط الناس وخلاص يعني مش نازل لحد يعني يعني مش نازل لرامز جلاله ومش نازل لعمر ديابه ومش نازل اللي مش عاربه مش أنا هل تجرؤ أنت عترف أن الجماهير متقبلتش محمد فؤاد في فوقش في المعسكر؟ يلا عزينا جيبنا مصاريف العيال عشان المدارس سبوبة يعني سبوبة بتحكم؟ سبوبة جدا طبعاً أنت بتكلمي في البرنامج عشر مرات قيل هالك لنعرف أن في يوم الأم هتيجي مونا تسألني سؤال زي ده؟ ترك والله مصاريف مدارس ما بنشتغلش من بعد الثورة والله بقينا بنشحى تأقسم بالله بعد الثورة لا يجب أن يكون هناك بيوت مفتوحة يجب أن نشتغل 29 سنة لم أعملتش فوقش في الملبس هعمله دلوقتي ليه يعني؟ سبوبة ربنا عينك يلا ربنا عيننا كلنا دعنا一كم oneistas انتعلق لا انا انت个مسوت انا لا لا انا اريد البلد تكون خير اريدhed كل اللي كان نفسه في فق Maine وكان نفسه لم يعد آسن فعلاً ربنا يينوله انه يkenntها فعله احسن وشوفها أحسن من حق كل الناس أنها تشوف بلادها أحسن بلاد في الدنيا أنا قربتك طنع أنك مضحي و أنا مش عايزة تهزل ده المصيبة أنت عارف أنا لو مش مضح أنا كنتموت بعد شرع لي والله العظيم لو أنا ما مضحي أو عندي قناعة من جوايا بحالة رضا احنا كنا في هنا مش عايزة أقول كلام عاطيفي الحمد لله مش عايزة أقول كلام عاطيفي